اشتركوا في القناة خليد ابدأ مع حضرتك الاول بتعليقك على مخرجات مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار بعيد عن السياق الدرامي بعيدا عن ان مسلسل توثيقي لأول مرة بنشوف مسلسلات بتوثق مراحل ربما حتى لا يعبث العابثون بعد ذلك التاريخ نمتكلم علينا وانت مين بيكتب التاريخ اهم بيكتبوا التاريخ وموثق لكن ما يهمني ويهمك في هذا الاطار هو مخرجات بصوت والصورة لقيادات اخوانية وهذه الفيديوهات الفاضحة لهم بشكل غير مسبوك تعليقك عليها الاول وتفسيرك للهجمة الشارسة من الاخوان على المسلسل يعني انا هتفق مع حضرتك بداية ان احنا قدام عمل درامي فارق الحقيقة ان نشوف القيادات الاخوانية او مش نشوف ربما احنا كنا عارفين ما يجري وكنا متلمسين عملية التدمير الممنهج اللي كانت القيادات الاخوانية بتستهدف به الدولة ومؤسسات الدولة ومكونات رئيسية من مكونات الدولة الوطنية لكن الحقيقة مهم جدا كتلتين مهمين جدا انا معني ان انا اشوف رد فعلهم او مهتم من النهاردة هم بيتم عرض عليهم هذا المنتج او هذه الوثيقة اللي بالصوت والصورة زي ما حضرتك اشرت هم كتلة الاول الاخوان الاعضاء الجماعة العدد الكبير اللي كان ولا زال الكتير منهم مغيب حتى هذه اللحظة وما عندوش حالة يقين بان قياداتهم ممكن تكون انزلقت لمثل هذه المنزلقات وارتكبت هذه الجرائم الفاضحة والفادحة في حق الوطن وفي حق الجماعة اللي هم اعضاءها الحقيقة يعني المسلسل والعمل الدرامي الحقيقة بيحط لهم هذه الاصنام التي عبدوها من دون الله في فترات كبيرة ووفانوا حياتهم وقيدوا الوطن اصاد هذه الشخصيات النهاردة الشخصيات دي بتبان قدامهم بتتهاوى يعني بتنكشف قدامهم كل هذه الحقائق اهي قيادات بتاعتكم كانت بتعبث بالدولة وبتعبث بالمصائر بهذه الصورة وبهذه الكيفية بتتآمر على هذا النحو الفاضح حقيقة مؤامرات على طول الخط ومؤامرات طوال اليوم على مدار الساعة مؤامرات مع كل الاطراف تآمر على كل المكونات الموجودة جوة الدولة المصرية ده مهم جدا ان كان يتعرض الوثائق دي المصورة الحية اللي مفيش فيها يعني عنصر ناقل حتى لا احنا قدام المرشد اللي عم بيتكلم ازاي عضاء مكتب الاشيات بيتكلمه ازاي بيقولوا ايه ايه تقييمهم للاخرين بنشوف القيادات الاسطورية من وجهة نظرهم زي خيرة الشاطر وهذا هذا كم من الشر والدموية واللي الناس يقولك مين انتو بتظلموا هؤلاء انتو ظلمين هؤلاء انتو مدارين على هؤلاء لا هؤلاء اللي بيتكلموا من اتصر هم دول يعني الكتلة دي الحقيقة انا كنت مهتم جدا ان الكتلة دي بقدامها هدي الوسائق اللي حرص مكتب الارشاد والقيادات الاخوانية طوال عهد الاخوان بالمناسبة مش بس في النسخة الاحدث الاخيرة اللي احنا عصرناها من 11 ل13 2011 ل 2013 لا من بداية 1928 واحنا كل اللي كتبوا من داخل الاخوان كانوا بيتكلموا حوالين ان القيادات بيتعاملوا بهذه الكيفية وبهذه الصورة وان ده هو النمط اللي تربوا عليه وربوا الاجيال عليه الشريحة القيادية طول الوقت بتمارس هذا القدر من التآمر وهذا القدر من التزييف والتضليل لاتبعهم قبل اي حد تاني الكتلة التانية الحقيقة اللي انا كنت مهتم جدا انها تكون بتشوف الكلام دوت وبتتابع واعتقد يعني حجم المتابعة المصرية والعربية لمسلسل الاختيار ثلاثة كاسح في ثلاث ايام بس من عمر شهر رمضان او ثلاث حلقات فقط مبال احنا قدام شهر كامل هيكون فيه كتير من الحقائق كتير من التفاصيل الحقيقة هو الرأي العام الذي ليس مع الاخوان بأي حال من الاحوال لكنه في بعض من الاوقات يحتاج الى تنشيط للزاكرة في بعض من الاوقات يحتاج الى وضع الصورة بشكل مقرب وبمساحة مقربة قدامه ان المصريين اللي نزلوا في 30 يونيو كانوا نزلين ينقذوا الوطن فعليا وان القيادات في قوات المسلحة وفي اجهزة المخابرات وفي اجهزة الشرطة والامن الوطني كانوا بيلهثوا خلف انقاذ الوطن من هاوية كان يراد دفعها بيد الاخوان وبيد هذه الحزمة والشرزمة اللي كانت في لحظة استثنائية كانت قابضة على السلطة وكانت متخيلة ان الدولة دي بقت في ايديهم وان المصير بقى هما اللي بيصنعوه وده كان بعيد كل البعد عن الحقيقة كان محتاج الرأي العام المصري والعربي ان هو يشاهد ما كان يجري برضو بالصوت والصورة يشاهد الحقائق يشاهد ما كان يدور خلف الستار يفهم ليه 45 مليون و50 مليون مصري نزلوا في 30 يونيو وبقيوا في ميادين مصر كاملة بينادوا باسم وزير الدفاع في هذا الوقت فريق عبدالفتاح السيسي يطالبونه بالنزول واتخاذ موقف وطني للانحياز للشعب وكان الصوت كاسح للحد الذي لم يجعل هناك خيار امام مؤسسات الدولة جميعها ان المصريين موجودين في الميادين فهموا عرفوا لمسوا الخطر اللي بيتعرض ليه الوطن المصري ومشروع الوطن المصري ولذلك كان نجاح ثور التلاتين يعني يعني كنا نتحدث عن الإخوان ونقدم للناس الحقائق الدامغة من خلال رؤيتنا وقراءتنا ووثيقتنا فيما نقول ثم تطورنا وأصبح الإخوان يتحدثون عن الإخوان لهم الماريقين منهم واللي خرجوا واللي اتطهروا بيتكلموا عن الإخوان الجديد في الاختيار الإخوان يتحدثون عن أنفسهم يعني الجديد النهاردة بصدوء الصورة خيرة تشاطر بيتكلم عن نفسه بيقول أنا دموي أنا طلع مليون واحد وحرق ودمر وحاكم كان بنفسه بيتكلم بهذا كلام فما قيل عنه ربما الناس تتشكك وما قيل من الإخوان عنه ربما الناس تتشكك لكن أن يتحدث بنفسه أعتقد أنه وصلنا إلى قمة البرهان لكل ذي لب وذي عقل يحاول أن يفكر وخاصة زي ما حدثت تفضلت قواعد الإخوان الشباب الناس المغيبين الناس المتعاطفين بالزور بالباطن ربما يكون الناس طيبين هذه الصورة قدامكم وكمان الأجيال الصغيرة ولدنا ولد مصر اللي كان عندهم سبعة ثمان سنين في 2011 أعتقد الصورة باتت واضحة الآن خليني دكتور خالد أروح للملف الدولي معنا النهاردة وهو ملف الصراع الروسي الأوكراني ومبارح كان معنا الدكتور عبد المرنم السعيد وبنتكلم على يعني بارقة أمل ربما من خلال مخرجات اتصالات سرية أو وسطات وغيره وكان في محاولة يعني الدكتور عبد المرنم قال أنه الاتنين ما حققوش أقصى ما يريدون لكن ربما في إنهاك فبالتالي هيبقى فيه اتفاق ربما لكن النهاردة لقنا فيه بوتشا وما جرى في بوتشا وما بين الدعاءات من كلا الطرفين وتجديد من الطرف الآخر الأوكران بيقولوا أنه فيه مجزرة حصلت وفيه جريمة حربة حصلت وفيه تطهير عرق حصل الروس قاله دي مصرحية بيقوم بها ممثل والدليل إنه الجسد بتتحرك والدليل إن فيه كذا وكذا وروسيا راحت مجلس الأمن وقالت هنعزين نعمل اجتماع لمناقشة هذا الأمر بالتالي تعقنت المفاوضات إلى حد ما وربما يعني مش عايزة أقول تدفن المفاوضات في بوتشا أنا بسأل حضرتك شايف الصورة إزاي لغاية دلوقتي ودي صور على فكرة ليه زيلنسكي في بوتشا صحيح يعني أنا هتفق مع حضرتك في حتة إن الجزئية إن المفاوضات الحقيقة بتتلقى ضربة قاسمة بالخروج بهذه الحادثة هذه الحادثة طبعا لا يمكن أن ندعي ولا يدعي أحد في هذه اللحظة في اليوم الأول مما تم إذاعته إن إحنا نقدر نقول قدر المصدقية فيها فين لكن بكل المقيس الملامح الأولية لها إن هناك محاولة لاستياد روسيا بهذه الواقع استيادها على مربع الضغط المعناوي والضغط الأخلاقي والإنساني من قبل المجتمع الدولي والمجتمع الدولي والأطراف الدولية اللي بتساعد أوكرانيا قادرة على صناعة كيف يمكن صناعة فضيحة إنسانية للجانب الروسي قبل ساعات ما ندخل على الهوى مع حضرتك الأصوات بدأت تعلو حول سحب كل صلاحيات روسيا من مجلس حول الإنسان رفض الجلسة اللي كان بتدعو ليها روسيا علشان ما تبقاش روسيا هي اللي مدعية والدعوة باكر لجلسة من قبل بريطانيا حتى تكون روسيا في موقع المتهم المتهم يعني هناك ألعاب دولية الحقيقة ربما أول الأثار السلبية ودي من النقاط المهمة اللي حضاك بدأت بها كلامك إن حتى بوادر الاتفاق اللي كنا بنقول عليه بريقة أمل أصيب في مقتل لا يمكن نتحدث النهاردة عن مفاوضات وكل المحللين الروس نفسهم النهاردة بعد خروج هذه الحادثة للعلن وصياغتها على هذه الصورة التي لم يتأكد منها أحد ولا يمكن أن يملك أحد قولة الحقيقة إلا مع لجان تحقيق مستقلة ومحايدة كلام دوت يحتاج إلى وقت يحتاج إلى وقف إطلاق نار يحتاج إلى تأميم طبعاً دي أمور كلها بعيدة عن مصرح العمليات دي في فيديوهات خرجت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنا لم يتسنى لها تأكد من صحتها عندك إبراهيم الفيديوهات في فيديوهات موجودة بتفكرني وبتفكرك طبعاً فكر الجمهور طبعاً بما جرى في ربعة طبعاً قال لك الجسس بتوع الإخوان وكذا وشوفنا الجسس والأكثان واللي إيده بتتحرك دي نفس الكلام في حاجات أنا برضو لم يتسنى لها أن تكون هادي في بوتشا أو في مكان آخر في أوكرانيا أو خلق أوكرانيا لكن دي منشور النهاردة عبر المنصات وسائل التواصل الاجتماعي وروسيا بتقول أن دي حبكة مصرحية موجودة وإحنا خرجنا من كييف بشكل كان فيه إنسانية لكن ده فعل مصرحي من إدارة زيلينيسكي هكذا يقول الروس واعتقد أنه ما جرى فيما بعد بيؤكد أنه فيه ضبابية زي ما حقا قلت أدي صورة حدك ممكن تفضل طبعا دول المفروض جسس عربيت جسس المفروض واضح طبعا ده راجل بيشرب سجارة ده راجل بيشرب سجارة أنا برضو لم يتسنى لي التأكد من دي موجودة في بوتشا أو أو متصورة في الخارج وهو عشان كده الجانب الروسي يعني لابد أن نحترم الكلام الروسي أيضا حتى الآن اللي بيتشكك واللي بيقول أن دي عملية استفزاز قد تكون كذلك بالفعل وعلى جانب مقابل هناك مواد فيلمية حقيقية على الأقل بالنسبة لقنوات الإخبارية المراسلين بعضهم التقت بعض من الصور وأشكال التدمير اللي موجود في قرية بوتشا القضايا اللي من هذا النوع في وسط معركة كبيرة زي اللي بتدور في ما بين روسيا وأوكرانيا على الأراضي الأوكرانية قد تحتامل حدوث مثل هذه الأمور ربما ليس على النحو اللي خرجت بي وتكون أقل تكون أكتر لكن المنزلقات دي الحقيقة دي من الأعراض السلبية والأعراض الجانبية السيئة لمثل هذه الصراعات المسلحة أنه ممكن يكون هناك انفلات ما حدث يكون هناك ترتيب لمطب أخلاقي يراد لروسيا أن تسقط فيه بشكل أو بآخر فإحنا أصاد الحقيقة قضية يعني أسوأ ما فيها أنها تعقد الوصول بشكل سريع للحل والسلام والتوافق بعدما كنا خلال الأيام الماضية أقرب بالضبط أقرب وشوفنا حتى المؤشرات أسعار البترون انخفرت إلى حد ما كانت 13-14 في المنبارع وأسعار القمح شوية برضو مبارع 3% ولا غيره فقلنا ده نتيجة المفاوضات الجارية اللي ربما بتفكرنا به كوبا والتحاد الفيتي وأمريكا لما اتفق والعالم ما كانت شيء يعرف كان فيه اتفاق تم توقيعه بالفعل في غضون إسبوعين وكان كلام يعني كتير طالع حوالين قرب لقاء ما بين رئيس بوتين ورئيس زلينيسكي وإن الأمر واقف على بنود طفيفة والأول مرة يبدي الجانب الأوكراني رغبة في الوصول إنه محايد وإنه محايد وإنه هيتخلع عن الانضمام لحلف الناتو وإنه هو من الممكن يناقش حيادياته لكن هناك بعض من التعقيدات في النقاط الروسية كلها أمور فعلا تقول إن احنا كنا على مسافة خطوات ليست بالكثيرة للوصول إلى حل فخ بوتشة ده فخ بوتشة آه طبعا آه طبعا يعني فخ جرى نصبه بعناية أيا كان فاعله بالمناسبة ما بنتكلمش كده إنه هو أمر ما حصلش لا على على جانبين الحقيقة زي ما يقوله صحيح أيا كان ده يعطل يعمق الأزمة محاولة إشعال نار كانت أنت بالزبط كده يعني المستفيدين من إذكاء نار الصلاع اللي موجود في أوكرانيا أعتقد أنه هما الأطراف التالتة اللي وراء خروج هذا الحادث بهذه الصورة وتسميته مثل هذه المسميات وأنها جرائم حرب وارتفاع نبرت التراشق الإعلامي الحاد جدا اللي اللي ماشي على مداري اليوم من أول الساعات الأولى من الصباح وصولا لأن إحنا قاعدين مع حضاك مساء اليوم النهاردة أمر الحقيقة يعيدنا للمربع صفر ويعيدنا أيضا أو يعيد أطراف الأزمة إلى مساحات من الاحتقان كان المفترض أنه حصل تجاوز لها خاصة وإحنا عندنا مجموعة من الأخبار الإيجابية تراجع القوات الروسية عن حصار كييف العاصمة ده أمر يعني مبشر وده أمر يقول أن النظام الأوكراني موجود اللقاء المزمع ما بين الرئيسين ده يؤشر أيضا أن هناك بدء اعتراف روسي بالنظام الأوكراني وإمكانية الوصول معاه الاتفاقية حتى تحقق الحدود الدنيا من مطالب كلا الطرفين دي أمور أصبحت محل تساؤل النهاردة وأصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات الأسف طيب خليني الأخبار المتوترة أيضا تقول أنه الرئيس بوتين ربما خطط ليعلن يوم 9 مايو النصر في كل أحوال حتى لو الحرب جارية هو واخد هذا اليوم لأنه يوم النصر فيعلن فيه أنه حقق أهدافه من محاولة قص أظافر النظام الأوكراني حيادية أوكرانيا بالقوة تدمير البنية التحتية لأوكرانيا وده حصل بالفعل والاستحواز على المناطق التي تحفظ وتؤكد لروسيا أنه النتو لن يتمدد شرقا يعني تعليقك على هذه الأخبار ربما تكون صحيحة وربما تكون أيضا نوع من نسف المخاطط الروسي ده صحيح وده كان هذبا إيجابتي أن ربما فعلا أنا كنت اتفق جدا مع هذا التاريخ شايفوا أنه هو تاريخ قريب تاريخ مصاري الأحداث ممكن فعلا يؤدي لي وأن القوة العسكرية الروسية ربما تكون قد حققت بعض من الأهداف الوطنية الروسية اللي تجد أو اللي يمكن تسويقها داخليا بأن بلاديمير بوتين رئيس الروسي يخرج ليعلن الانتصار هنا أنا بتكلم على إقليم الدنباس على سبيل المثال الجمهوريتين اللي أعلنوا استقلالهم أن يتم السيطرة على كامل أراضيهم وصل هاتين الجمهوريتين بشبه جزيرة القرم فيبقى تحقق نصر استراتيجي بالاستحواز الروسي على هذه المنطقة وفي ذات الوقت لم يسقط النظام فعلا انتزع زي ما حدقك بتقول انتزع بعض من التعهدات من الرئيس الأوكراني بعدم الارتماء في حضن الناتو والاتحاد الأوروبي وغيره وضمانة حيادية أوكرانيا وأن تكون دولة حيادية بعد تحييد كل بنيتها العسكرية ده أمر أعتقد أن كان من الممكن أن يحقق لبوتين وصول مشرف مش هنقول خروج وصول مشرف إلى نقطة وإلى تاريخ وطني يجعله يخرج للرأي العام الروسي والعالمي ليعلن فعلا الانتصار وتوقف العمليات العسكرية ربما حادث بوتشا اليوم هو ضرب لهذا التاريخ أو تعقيد للوصول إلى هذا التاريخ بشكل مريح تعثر ربما أو وضع عرقيل في طريق الوصول الروسي حتى لا يخرج الرئيس الروسي معلنا قدر ما من الانتصار أو لتحقيق بعض المكاسب جذب أقدامه إلى كما بدأنا الحديث إلى شكل من أشكال الفضائح الإنسانية أو الأخلاقية اللي هيتم الإلحاح عليها الفترة القادمة مما قد يحرم بلاديمير بوتين من الوصول إلى هذا التاريخ دكتور خالد ربما الأحداث الجارية لا تأثير على مجمل حوال الاقتصادية والسياسية وغيره ولا تدعيات وبدأنا نتباحها على مدار الساعة في كل دول العالم سواء أوروبا القرى العجوز التي ظهر أثار الشيب على قررتها وقررت رؤساءها وحكمها إلى آخرة لكن خلينا في المنطقة عندنا والمنطقة بات لها شكل في التعامل والتعاطي مع هذه الأزمة شفنا واجتماع الثلاثي في شرم الشيخ شفنا الاجتماع الرباعي في العقبة شفنا اجتماع الخماسي أو السوداسي لوزراء خارجية في النقب شفنا تحركات الملك عبدالله إلى الأراضي الفلسطينية ومقابلة محمود عباس شفنا أيضا الإخوة الليبيين جوم القاهرة الإخوة السودانين جوم القاهرة تابعنا كثير من التحركات في هذا الإطار وشفنا إفلاس أو شبه إفلاس لبنان شفنا المشكلة في باكستان ومحاولة عزل رئيس الوزراء والدعوة إلى انتخابات مبكرة كل دي من تأثيرات الحرب الأوكرانية الروسية الحرب شغالة فوق وفيه تفاعلات شغالة تحت بشكل ترسم خريطة جديدة تعليقك عن هذا الأمر أنا بشوف الحقيقة أولا يعني مجمل التحركات والفلاشات واللقطات اللي حضرتك رسلتها أنا بشوف أن هي معبر إيجابي جدا عن شكل جديد يتشكل في المنطقة شكل من أشكال التحالفات المهمة التنصيق المشترك ما بين الأطراف الرئيسية في المنطقة العربية أنا بشوف تعبير مهمة جدا وواضح جدا عن شكل من أشكال الحياد الإيجابي النشط إحنا فعلا كل دولنا في المنطقة الحياد الإيجابي النشط بالضبط يعني ممكن نروح نعمل حجز على غرار منظمة عدم النحياس بشكل جديد نسخة جديدة أعتقد ذلك لأن إحنا النهار ده وإحنا كمان بنتكلم وفد من وزارة الخارجية العرب موجود النهار ده في روسيا مصر والجزائر والسودان والمغرب والأردن والأردن بالضبط كده مبعوثين من جامعة الدول العربية والأمين العام والأمين العام كلجنة استماع موجودين في روسيا هيخلصوا لقاءتهم في روسيا هيطلوا على أوكرانيا وأعتقد في كييف أو في ورسو في ورسو هيقابلوا مجموعة من القيادات هيقفوا على آخر المستجدات اللي موجودة هناك طرح ما من القتلة العربية ربما يكون مساهم ضمن آخرين في صناعة السلام وفي صناعة الاستقرار استشعار عشان كده قلت حياد إيجابي نشط لأن فعلا منطقتنا منطقة محايدة إحنا عندنا مصالح بس الجديد المراضي مصر حاضرة آه طبعا حاضرة بقوة ومعها الألم وبتسر يعني مفيش مفيش تحرك رئيسي ومهم وستراتيجي بتقوم بيه المنطقة إلا ومصر بتكون في القلب منه إلا ما تكون المملكة العربية السعودية في القلب منه إلا ما تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في القلب منه دول رئيسية ودول عندها رصيد دبلوماسي وعندها قدر من الاتصالات الكبير جدا جدا المملكة الأردنية في العهد الجديد شغالة شغلة مميز ومتقدم أنا شايف في القيادات العربية الجديدة قدر رفيع المستوى من توزيع الأدوار ومن الالتقاء في اللحظات الحسيمة اللي هم بيبقوا مدركين وعندهم يعني درجة من درجات الاستشعار المبكر لكل الأخطار نقدر نحط نفسنا في مواقع وفي أماكن الصحيحة على المستوى الدولي وده الحقيقة اللي أصبح بيكتسب للمنطقة مزيد من الاحترام مزيد من الثقة مزيد من المكان على المصرح والمجتمع الدولي دكتور خالف دقيقة دقيقة تعليقك على لقاء السيد الرئيس النهاردة مع المجموعة رفيع المستوى من أعضاء الحكومة وانت قبل ما نبقى في الهوى قلتلي لا أنا أعاز أعلق على هذا الاجتماع مجموعة الاجتماعات أنا باتفق معك وبحييك على المؤدمة المهمة وحضرتك رصدت وربطت الثلاث اجتماعات الحقيقة ببعضهم البعض وهنا أنا بقول أن مصر بتشتغل شغل رفيع المستوى هي الأخرى وهأكد وحط خطوط حمراء تحت الكلمة اللي حضرتك ذكرتها في المقدمة أن مصر تبنى بعقول علمائها وأن علمائها النهاردة كانوا حاضرين حاضرين في صناعة منظومة للطوارئ والزروف الستثنائية وده جديدة جدا طبعا وقدر عالي من التنصيق هو ده شغل الإدارة المحترف حاضرين العلماء في تطوير وإعادة تأهيل صرح طبي عملاق زي معهد ناصر حاضرين بقدر من الطموح بأن نعمل أكاديمية لعلوم الرياضيات اللي هي موجودة الحقيقة من أول الصناعات الغذائية وصولا للفضاء والطاقة النووية وغيره النهاردة مصر وهي بتعمل هذه المنظومة وسط كل التحركات الدولية بتعبر لك قد إيه على درجة الوعي وعلى المنهجية اللي بتشتغل عليها الدولة المصرية حتى لا تتأخر خطوة عن المطلوب من دكتور خالد شرف سيني وكل سنة وحلق طيب وكل سنة وحلق طيب طيب الأسبوع اللي جاي إن شاء الله على خير مشهدين الكرام كل عام وأنتم بخير انتهت حلقة الليلة دولتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر